ترجمة نانسي قنقر ومشاركت قدسته في فعاليات ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني كما أشار سعدة الشيخ عبدالله بن راشد إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية والتطورات التي جادتها العلاقة لتطال جميع المجالات وتحديداً الاقتصادية منها وذلك من خلالها التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة وإنشاء منطقة التجارة الأمريكية ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أرحب إضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية المتوفرة في المنطقة